سيرا على نهجها القائمة على تقديم مختلف أشكال الدعم وتقريب الخدمات الصحية للفئات المعويزة تشرع مؤسسة محمد الخامس للتضمن في تنظيم حملة طبية بمناطق مختلفة بالمغرب ويأتي السئنف برنامج الحملة الطبية إثرات حسن المؤشرات الصحية الوطنية المرتبطة بجائحة كورونا ويعد تنظيم القوافل الطبية من أبرز مهام مؤسسة محمد الخامس للتضمن لمواجهة النقص المسجل في الولوج للخدمات الصحية الرئيسية ولهذا الغرض تعبئ المؤسسة وحدات طبية ومعدات من مختلف التخصصات بشراكة مع باقي الفاعلين والسلطة المحلية ويهدف تنظيم هذه القوافل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في مقدمتها توفير رعاية الطبية الأولية للسكان الذين اضطروا إلى توقيف التتبع الطبية بسبب الوباء وصعوبة الوصول إلى مراكز الرعاية الطبية المتخصصة وإضافة إلى الدعم الصحي تقوم المؤسسة بمهام عديدة تتمثل أساسا في الأعمال الإنسانية من خلال تقديم المساندة للسكان المعوزين في حالة طوارئ وخلال فصل الشتاء تفاعل المؤسسة برنامج عملية مواجهة تداعية موجة البرد القارس وتشرع المؤسسة في تنفيذ تدخلات مستعجلة خلال الظروف المناخية الصعبة للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق المعزولة جراء تساقط الأمطار والثلوج العمل التضامني يشكل ركيزة أساسية في عمل المؤسسة من خلال تقديم المساعدات المباشرة والإعانات الطبية والاجتماعية لفائدة السكان المحتاجين وتعد عملية الدعم الغذاء خلال شهر رمضان من أبرز المبادرة التضامنية التي تقوم بها المؤسسة منذ تاريخ تأسيسها وخلال هذه العملية يتم تقديم المساعدات لفائدة الفئات الاجتماعية لأكثرها شاشة تكريسا لقيم التضامن والتعاون